أرحب بكم من جديد ولكل من التحق بالشرقاء الإخبارية اللحظة في ملف نقاشها الثاني مشروع القانون الأساسي للمقاولة الذاتي نحو بعث نفس جديد في مناخ الاستثمار وترقية المقاولة معي هنا بالأستوديو المركزي أكرم زيدي رئيس والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولة أرحب بك معنا مساوكا سعيد مساوكا أسعى سيد أكرم سأبدأ معك من حيث أتممت مع ضيوف الأكارم من الشقة العربي في نقاشنا نتحدث عن دور تحسين مناخ الاستثمار العربي في إطار تعزيز العمل الاقتصادي أو الاستراتيجي المشترك بين الدول العربية إلى أي مدى يمكن وإلى أي مدى سيشارك هذا في تحسين مناخ الاستثمار الجزائري أولا ثم العربي طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعوة الكريمة ملحبا في ما يخص تحدث عن الجهود الحثيثة للجزائر وكل الدول العربية في إنجاح القمة العربية المزمعين عقادها في الفاتح الثاني من نوفمبر لسنة 2022 وهي القمة المعولة عليها كثيرا للم الشمل العربي ويعني كل الجهود وكل الطاقات محشدة لإنجاح هذه القمة لأنها ستكون قمة لرجوع الاتحاد العربي إلى الواجهة العالمية كقطب استراتيجي في العالم ولكن التحدث عن الاتحاد العربي لن يكون هناك اتحاد عربي قوي إلا باتحاد الاقتصادات الدولية للبلدان العربية إذن اليوم تعزيز وتحسين مناخ الاستثمار العربي له دور كبير في تعزيز العلاقات البينية الاقتصادية بين الدول العربية لأن حقيقة اليوم الجزائر خطط خطوات جد مهمة لتحسين مناخ الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وهذا من خلال الإصلاحات المعمقة القانونية وحتى المؤسستية المتعلقة بالاستثمار نبدأها بقانون الاستثمار الجديد الصادر مؤخرا ومن بعدها صدور المراصيم والنصوص التنظيمية المحددة لهذا القانون يعني في سابق من نوعها وهذا الشيء الذي ثمناه على مستوى المركز وثمنته كل الطبقة الاقتصادية يعني صدور مراصيم تنظيمية وتطبيقية محددة لقانون الاستثمار بعد شهر ونصف يعني مدة جد وجيزة يعني جاءت بها مرسوم رئاسي وسبع مراصيم تنفيذية وهيئات جديدة منطمئنة للمستثمر المحلي وخاصة المستثمر الأجنبي ومعشناه بحر الأسبوع المنصرم وهو تتشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هذه الوكالة التي تتعنى أساسا بملف الاستثمار التي كانت تحت وصاية وزارة الصناعة واليوم هي تحت وصاية الوزارة الأولى إذن هناك حركية في الإصلاحات القانونية وفي الإصلاحات المؤسستية للاستثمار ولمناخ الأعمال في الجزائر إذن اليوم الجزائر تخطو خطوات جد مهمة لتحسين الاقتصاد الوطني لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر وهذا ما اندل إنما يدل على التوجه الصريح للدولة الجزائرية لتقوية النسيج الاقتصادي الذي للأسف كان يرتكز على النموذج الاقتصادي الوحيد وهو مدخيل البترول ولكن اليوم هناك نموذج نحن نسعى جميعا إلى بنائه وهو تنوع الاقتصاد كذلك فقط حتى أشير وأثري النقطة التي تتحدث فيها تحدثت عن التخلص من التبعية طبعا للمحروقات الذي تحدث عنها رئيس عبد المجيد تبون في أكثر من خرجة في آخر لقاء له مع الصحافة أو لقاء الرئيس في الحكومة وولاية الجمهورية كان قد تحدث عن ارتفاع طبعا أول مرة منذ سنوات صادرات الجزائر خارج المحروقات طبعا 4.4 مليار دولار تحدث كذلك عن أهداف الجزائر التخلص من تبعية المحروقات لبروغ 7 ملايير دولار هذه الصادرات الجزائر خارج المحروقات وهذا مطلع 2023 من أجل هذا واجب تعزيز كل هذه النقاط بقوانين تم سنها تحدث كذلك آخر ما قامت به الحكومة وهو تشين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من طرف الوزير الأول قبل الحديث طبعا عن قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يعطي امتيازات للمستثمار الجزائري ولجلب المستثمار الأجنبي حتى حد سواء أكيد أكيد لما نتحدث كذلك عن النتائج الإيجابية التي حققناها يعني نتائج جد مهمة هي حقيقة النتائج اقتصادية أفقية وليست عمودية كيف نتحدث عن النتائج الأفقية يعني الطبقة الاقتصادية تفهم هذه النتائج الأفقية ولكن لا تظهر للعيال للمواطن الكريم إذن على المواطن الصبر قليلا لالتماس هذه النتائج الإيجابية المحققة في أشياء الاقتصادي لأنه يعني بعد عجز في الميزان التجاري اليوم هناك فأث في الميزان التجاري قدر بـ 14 مليار دولار ونتحدث عن مداخيل في صاديرات خارج المحروقات أكثر من 3.8% في السوداسي الأول من سنة 2021 ومن المرتقب أن يفوق تفوق المداخيل خارج المحروقات في نهاية سنة 2022 إلى أكثر من 7 مليار دولار إذن هي نتائج جد مهمة جاءت عن طريق سياسات ومخططات لأعمل الحكومة خاصة سياسة التجارة الخارجية خارج الصاديرات إذن هي خطوة جد مهمة وكذلك يعني الخطوات السريعة في تحسين مناخ الأعمال وفي تحسين مناخ الاستثمار يعني بعد صدور قانون الاستثمار صدور المرسيم التنظيمية تتشين الوكالة الجزائرية تحدث عن السرعة نقطة مهمة كذلك سرعة أكيد لأنه الأشير إلي في أحدى التقرير لصندوق النقد الدولي كانت قد صنف الجزائر في الفئة الثانية من الخارطة التفاعلية لأسرع اقتصادات العالم نموا في العالم نمو أربما تحقق بفضل هذه الجملة من الإصلاحات الهيكلية أكيد التي بادرت بها الحكومة وأدت إلى تحقيق تعافي في الاقتصاد الكل طبعا وهذا بالرغم من كل الظروف المحيطة بالجزائر نتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم ككل والاقتصاد الجزائري هو جزء من الاقتصادات الدولية العالمية نتحدث كذلك عن الأزمة السياسية التي مرت بها الجزائر سنة 2019 نتحدث كذلك عن الأزمة الصحية التي كانت لها مخلفات عن الاقتصاد الوطني التي عصفت بكل اقتصادات العالم أكيد على كل اقتصادات العالمية أنه جائحة عالمية نتحدث كذلك عن الأزمة الأمنية الروسية والأوكرانية التي كذلك أثقلت كهل الاقتصادات الدولية وكل الدول الآن تسارع إلى اعتمان أمنها الغذائي وأمنها الصحي وأمنها الطاقوي إلى غير ذلك إذن اليوم هناك تحديات كبيرة تحيط بالجزائر وتحديات داخلية كذلك لأنه لما نتحدث عن الهيكلة المؤسستية كانت نوعا بمهترئة ولكن اليوم هناك إعادة لبناء المؤسسات خاصة المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الشريعية يعني عشنا جملة من الإصلاحات المؤسستية وكذلك لما نتحدث عن القوانين اليوم ترسانة القوانين المهمة لبناء اقتصاد قوي يجب أن تكون ترسانة قانونية قوية بدأناها بقانون الاستثمار وكذلك هناك قانون المتعلق بقانوني البلدية والولاية الذي لذاني نصبت لهم لجنة يوم أمس أشرف عليها سيد وزير الداخلية ولا هم علاقة مباشرة مع الاقتصاد الوطني لأننا نتحدث عن قانوني البلدية والولاية نتحدث عن قانون الجباية المحلية ودور الجباية المحلية في بعض الاقتصاد الوطنية اليوم المجالس المنتخبة الجزائرية سواء كانت مجالس بلدية أو مجالس ولاية يجب أن يكون لديها فكر اقتصادي فكر مقاولاتي لا تبقى البلدية ولا تبقى الولاية إلا بالفكر الاجتماعي يجب أن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي لديه فكر اقتصادي كيف يعمل على إدخال مدخلات اقتصادية جديدة لخزينة البلدية لكي تكون البلدية غنية ولا تكون البلدية عاجزة إذن اليوم على عاتق السلطات العلية لبلاد إصلاحات معمقة كذلك في قانونية البلدية والولادية ونحن متفائرين خير كذلك قانون الشارع كما بين القطاع العمومي الخاص هو قانون جد مهم نحن نطالب به لنجاعة الشراكة ما بين القطاعين والعمومي الخاص وهو نمط نجع في معظم الاقتصادات الدولية بالرجوع كذلك إلى الاستراتيجية المنتهجة في مناخ الاستثمار ومناخ الأعمال قانون الاستثمار الجديد حدد المناطق التي لديها خصوصية والطبيعة وتود الدولة توجيه الاستثمار فيها بتقديم تحفيزات وتقديم امتيازات أكثر لأنه اليوم يجب أن يكون توازن جغرافي وعدل في توزيع الفرص الاستثمارية وكذلك يجب أن يكون كذلك استغلال أمثل للمقاومات الوطنية سواء كان طبيعية بطنية أو ظاهرة أو حتى المقاومات البشرية لأنه حقيقتنا جزائر يستمتع بيد عاملة تحتاج إلى التأهيل حقيقتنا طيب نتحدث الآن عن نعاتش كذلك عن قوانين المهمة التي من شأنها بعث الاستثمار والنسيج الاقتصادي من جديد الآن جزائر تبحث على الدفع بعاجلة الاقتصاد الوطني من جديد حتى وأنه كل المؤشرات تدل على نهوض اقتصادي متكامل الأوجه نتحدث الآن عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أي مدى يمكن أن تساعد في بعث الاستثمار بالبلاد أكيد اليوم هناك استراتيجية لاستقطاب الأموال من السوق الغير رسمية والسوق الغير رسمية يعني تأخذ 50% من الاقتصاد الوطني إذن لدينا 50% اقتصاد غير رسمي و50% اقتصاد الرسمي وكتلة مالية كبيرة في الاقتصاد الغير رسمي وللأسف المستثمرين والمتعامل الاقتصاديين في ظروف سابقة لم تكن فيها بيئة أعمال مواتية توجهوا إلى العمل في القنوات الغير رسمية ولكن اليوم هناك استراتيجية من طرف سلطة العليا البلاد أنه نتوجه إلى استقطاب الكتلة المالية المتواجدة في السوق الغير رسمي لأنه تعزيز القنوات المشروعة وتعزيز القنوات الرسمية هذا ما سيساهم في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بالرجوع إلى هذه الاستراتيجية إذن اليوم الحكومة عكفت على وضع العديد من الإصلاحات كما قلت إصلاحات قانونية وإصلاحات مؤسستية وهذا حقيقة ما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفي تعزيز الاقتصاد الرسمي لأنه حقيقة لما نتحدث عن النسيج الاقتصادي المتكامل هو تركيبة من المؤسسات المصغرة الصغيرة المتوسطة وحتى المؤسسات الكبرى إذن قانون الشاركة ما بين القطاع العمومي والخاص سيساهم في استقطاب تلك كتلة الأموال النقدية المتوجدة في السوق الغير رسمية لأنه هناك طمأنة بهذا القانون لأنه سيكون فيها شاركة ما بين العمومي وشاركة ما بين الخاص إذن الشيء الذي ينفر المستثمر أو المتعامل الاقتصادي من التعاملات الاقتصادية أو من الاستثمار هو البيرقراطية ولكن إذا كان الطرف العمومي سيكون شريك إذن هذا الطرف هو سيساهم في سيرورة الأمور والإجراءات الإدارية بكل سلسة وهذا من شأنه كذلك أن يكون عدم استنزاف أموال الخزينة العمومية لأنه لما يتوجه القطع العمومي في شاركة مع القطع الخاص لن يكون هناك تمويل مالي من طرف القطع العمومي سيكون تمويل مالي من طرف القطع الخاص والعقار الاقتصادي سيكون بالأكيد من طرف القطع العمومي إذن سيكون هناك من خلال هذه الشاركة ما بين القطعين العمومي والخاص يعني عدم جلب كتلة مالية من الخزينة العمومية ويمكننا استخطاب الكتلة المالية التي متوجدة في السوق الغير رسمية في السوق الغير مشروعة إذن هذه شراكة هي نمط ناجع للحفاظ على الكتلة المالية في الخزينة الأمومية واستخطاب الأموال في القانوات الغير مشروعة نختم بمشروع القانون الأساسي للمقاولة الذاتي الذي تم إطراؤه كما سبق وعشرط حاليا من طرف وزير المؤسسات المصغرة والنشئة بالمجلس الشعبي الوطني أقول كذلك في إطار مراجعة قانون النقد والصرف الذي كان قد وعد به الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن في إطار مراجعة هذه الترسانة من القوانين وفي إطار إعادة هيكلة ترسانة كذلك من القوانين في إطار الإصلاحات القانونية طيب إلى أي مدى يمكن أن نقول أن قانون المقاولة الذاتي ستكون لبنة جديدة في إطار هذه الإصلاحات والله للأسف نحن جد متأخرون في قضية المقاولة الذاتي في الجزائر ولكن الحكومة تدركت لهذا التأخر لأن هناك عديد دول التي خطط خطوات كبيرة فيما يخص قضية المقاولة الذاتي لما نتحدث عن المقاولة الذاتي أو تقنين نشاطات الاقتصادية المتعلقة بالمقاولة الذاتي هي تلك النشاطات الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا مع بعض التحولات التكنولوجية الحادثة في الساحة الاقتصادية وهي بعض النشاطات محددة إذن اليوم التوجه نحو والنشاط المقاولة الذاتي هو يخص متعامل اقتصادي وحيد ليس لديه يعني عمال أو موظفين يسمى هو متعامل اقتصادي وحيد نشاط المقاولة الذاتي لم يكن مقنن في الجزائر لأنه ليس لديه تسجيل في السجل التجاري أو في الحرفي إذن اليوم سيكون هناك هيئة خاصة بحسب ما جاء به هذا المشروع ستكون هيئة خاصة لتنظيم هذا النشاط نشاطات المقاولة الذاتي وستكون لهم حيناية اجتماعية وسيلتزمون بواجباتهم تجاه صناديق الضمان الاجتماعي للعمل الغير أجراء لأنه يبقى المقاولة الذاتي هو عامل غير أجير الذي التزمى تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمل غير أجراء كذلك اتزامات ضريبية وجبائية وستكون مبسطة إن شاء الله لكي يكون هناك تحفيز للمقاولة الذاتي لأنه حقيقة لما نتحدث اليوم عن المقاولة الذاتي هو النوات الأساسية للمتعامل الاقتصادي تركيبة الاقتصاد الوطني تبدأ من المقاولة الذاتي يمكن المقاولة الذاتي بعد سنة أو سنتين أن يتطور لإنشاء مؤسسة مصغرة أو مؤسسة ناشئة أو من ثم يتوجه إلى التوسيع الملاء إذن النوات الأساسية لتركيبة المتعاملين الاقتصاديين هي المقاولة الذاتي ومن ثم تتطور وتتوسع لملاء بعد مدة قصيرة لأنه المقاولة الذاتي في وتيرة تطور هذه النشاطات الاقتصادية هي وتيرة جد سريعة من شأنها تحريك الاقتصاد الوطني وكذلك من شأنها أن يكون لأنه سجلنا عدة معاملات اقتصادية ما بين المتعاملين الاقتصاديين من المقاولين الذاتيين مع أطراف خارجية وبنك الجزائر نظم هذه العملية لكي يكون هناك شفافية أكثر واليوم لما نتحدث عن التوجه نحو تقديم كل الأمور والنشاطات الاقتصادية هو أمر جد مهم ونثمن هذا المشروع لأنه مشروع من شأنه بعث الاقتصاد الوطني وتوجيه المتعامل الاقتصاديين من المقاولين الذاتيين نحو القنوات الرسمية وكذلك التزامهم بوجباتهم تجاه الصناديق ضمال اجتماعي وكذلك الالتزامات الضريبية والجبائية طيب لما وصفه الوزير الأول بلبنة جديدة في إطار الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالاستثمار طبعا بعد صدور قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المحددة لا متحدث عن هذا المشروع هل طلعت عن مسودة المشروع؟ أكيد مسودة المشروع جاءت بتحفيزات جبائية أكيد جديدة وهي مبسطة للمقاول الذاتي هل ترقى طبعا المشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي قبل أن يتم مصدقة عليها برأيك هل يرقى لما يحتاجه المقاول الذاتي الجزائري المحلي؟ أنا لا أتحدث عن مقاول ذاتي ربما نتحدث عن هذا المقاول الطموح ربما من الجزائر العميقة المشروع هل يراعي كل حاجيات هذا المقاول من جزائر عميقة طبعا هل يرقى لحاجياته؟ الشيء الذي لم نلمسه في مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي هو أن يكون هيئة خاصة لتمويل أفكار المقاولين الذاتيين وهذا الشيء الذي إن شاء الله سنثريه مع لجنة الشؤول الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني لأنه اليوم لما نتحدث عن المقاول الذاتي والمتعامل الاقتصادي الوحيد الذي ليس لديه عمال يعني فكرته ومشروعه ستمول بأموال جد بسيطة ونحن جربنا تجربة منذ سنة 1996 بتمويل المشاريع المصغرة من طرف أنصج سابقا أنت حاليا التي لم تكن استحداث هذه المؤسسات في إطار توجه اقتصادي ولكن كانت بنظرة اجتماعية وهو الشيء الذي لم يجعل هذه الشريحة من المؤسسات المصغرة تنجح وتعثرت وكان إنسنزاف كبير لأموال الخزينة الأممية لم تكن هناك قيمة مضافة لهذه المؤسسات المصغرة ولكن اليوم هناك إعادة هيكلة لهذه الوكالة ونصج سابقا أنت حاليا وكذلك تدعيم نشاط المؤسسات المصغرة بالمؤسسات النشئة هذا الفكر الجديد الذي جاء مؤخرا وظهر مؤخرا في تمويل الشباب من حاملي الأفكار المتعلقة بالمؤسسة النشئة وهو خلق صندوق الوطني لتمويل المؤسسة النشئة هذا الشيء الذي من شأنه بعث شريحة المؤسسات المصغرة وشريحة المؤسسة نشئة ولكن كذلك ننتظر أن يكون هناك تنظيم لعملية تمويل أفكار المقاول الذاتي سواء كانت من طرف عناد أو من طرف الصندوق الوطني لتمويل المؤسسة الناشية أو استحداث صندوق آخر لتمويل المقاولين الذاتيين هذا الشيء الذي نطالب به أن تكون هيئة ويكون صندوق لتمويل المقاول الذاتي لأن المقاول الذاتي في تمويل مشروعه لا يحتاج إلى أموال كبيرة وإنما أموال بسيطة يمكن البداية بها في الختام ربما معك سيد أكرم أبحث معك في نقطة مهمة في إدارة القمة العربية وتحسين مناخ الاستثمار العربي في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية كيف يمكن للمركز الجزائر الاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أن يساهم كذلك في ذلك طبعا هو أولا قمنا بندوة اقتصادية يوم أمس على مستوى المقر المركز الجزائري الشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية الذي يعد تنظيم اقتصادي جديد في تركيبة شركات الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بأشعال الاقتصادية يعني عقدنا ندوة اقتصادية متعلقة بدور تحسين مناخ الاستثمار العربي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية لأنه حقيقتا لما نتحدث عن تعزيز مناخ الاستثمار العربي هو أمر جد مهم لأنه تكامل الاقتصادات الاقتصاد العربي يأتي بتكامل الاقتصادات الدولية للبلدان العربية وبيعتدال مناخ الاستثمار هذه البلدان العربية اعتدال مناخ الاستثمار في الجزائر لا يكفي وحده لتوجه نحو تقوية العلاقات العربية يجب كذلك أن تنتهج الدول العربية نهج الجزائر في الإصلاحات المعمقة في القوانين وفي المؤسسات المتعلقة بالأعمال ومتعلقة بالاستثمار لأنه اليوم كذلك يجب بعث منطقة التجارة الحرة العربية ويجب كذلك بعث الاتحاد العربي الجمهوري لأنه لما نتحدث عن منطقة التجارة الحرة العربية هي آلية حقيقة لتقوية وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية هذا ما سيسهل في عملية التبادلات الاقتصادية وتبادلات تجارية بين الدول العربية كذلك يجب اليوم أن نعمل على تسهيل حركة التنقلات للمتعامل الاقتصاديين في الدول العربية لأنه اليوم حقيقة تعزيز الاقتصاد العربي من شأنه بعث الاتحاد العربي واليوم تجسيد كل البرامج والسياسات الطموحة للبلدان العربية يجب كذلك أن يكون أساسه هو اعتدال مناخ الاستثمار واعتدال مناخ الأعمال واتحاد اقتصادي قوي عربي لمجابهة كل التحديات المحيطة بالعالم العربي خاصة أن العالم العربي يعني هو عالم جد مهم في وسط العالم الخارجي بمساحته بمقداراته بمكوناته لما نتحدث عن المقاومات التي خاصة المقاومات الطبيعية التي يتمتع بها العالم العربي هي مقاومات جد ثرية يمكننا الاستثمار فيها يمكن الاستفادة من هذه المقاومات والاستفادة كذلك من المقدرات البشرية المتوجدة في العالم العربي إذن اليوم تقوية الاتحاد العربي يجب أن يكون أساسه تعزيز واعتدال مناخ الأعمال ومناخ الاستثمار في هذه الدول العربية لكي يكون حقيقة هناك تكامل احتياج الجزائر تكمله دولة أخرى واحتياج دولة أخرى عربية تكمله الجزائر في إطار شاركة رابح رابح وفي إطار تعاون دولي عربي مكمل للاتحاد العربي طبعا في هذا الإطار في إطار توحيد الشاركة وفي إطار توحيد الصفة العربي كذلك وهذا هو المنوت في إطار جدوى لأعمال القمة العربية التي ستنعقد هنا بالجزائر في الفتح من نوفمبر والثاني من نوفمبر المقبل كذلك شكرا لك جزيلة الشكر أكرم أزيدي رئيس والمركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولة كنت ضيف الظاهر الأخبارية